اهلا وسهلا المتابع احمد سألني سؤال جميل جدا وهو يقول ان في الجينوس كان فيه نظام انك انت تقفر الكيبورد برقم سري وانا رديت عليه شيكت ورديت عليه وقلت له ان ال A5000 ما فيها الخدمة وهو قال لي اصلا الجينوس بعد من موجود دايركت لازم تنزل سوفتوير وانا اقول احتمال يكون بحتى هنا تنزيل السوفتوير ولكن عشان ما احد يسأل في المستقبل توجد خدمة قفل الشاشة في ال A5000 فقط انك تقفل الشاشة كيف؟ اقول لك تروح على المينيو تي على المينيو بيج رقم اثنين بتلاقي هنا منيو رقم واحد آسف بتلقى عندك هنا خدمة اسمها البانل لوك انك تقفل الشاشة تضغط على البانل لوك طلع لك هاي صفحة الرقم تختار لك ثلاثة رقم رقمين على اراحتك انا بختار بذنين تسعة 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 لاحظ معايا مجرد ما اضغط اوك شوف الشاشة تقفل عندك شوف يوم تضغط عليها تطلع لك مرة ثاني الصفحة هذي عشان تحط الرقم وتفتح شوف الكيبورد كام اللي يقفل ما يبدل الاصوات ما يبدل اي شيء حتى ما يعزف بعد حتى عزف ما شيء كيف تتخلص من القفل هذا تضغط مرة ثانية على الشاشة وتحط الرقم السري مرة ثانية اللي هو الثلاثة تسعات لاحظ وتدق اوك تفتح معاك الشاشة كامل تفتح معاك الاصوات تبدل حبيت اوضح هاي النقطة لكن بعد في توضيح لو انت كنت قافل الشاشة وما حد يدري يعني هم سوي لك يا هذي ما تبغي حد من الاطفال او حد مثل انت واصل مكان حد يضغط على الشاشة ويخرب عليك شغلك فعطنك انك تقفل الشاشة وتريد تفتحها لكن بعد باقول لك مش مجرد انك انت تحط الرقم وتفتح شاشة حتى لو انقفلت عليك ونسيت الرقم السري مجرد ما تضغط وتفتح الكيبورد بنده يرد الكيبورد طبيعي شكرا